السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هنتكلم عن خطوات الدكتر دزاين هم 6 خطوات لو حققت 6 خطوات دول انت صنمت المشروع اول حاجة عندك بتحصل فيها على السرعة المسموح بها داخل المكان يعني عندك مشروع زي ده مثلا اوضة مثلا زي اوضة رقم 4 دي لازم تعرف المكان دي هتخدم على كم مخرج وانه هتخدم على 4 مخرج كل مخرج هيطلع منهم 312 يعني المكانة دي 1250 والكلام ده انت جايبه من تقرير الهاب يبقى اول معلومة انت عرفت الفيديو اللي هتطلع من المكانة دي تاني معلومة انت عايزت تعرف اعلى سرعة مسموح بيها ان الهوا يخرج من المكانة دي في المكان ده في الابليكيشن ده دي بقى بنجيبها منين؟ بنجيبها من صفحة رقم 8 في الاتشي فاك ديزاين في كتاب الاتشي فاك ديزاين اللي هو مع ملفات الدبلوم طيب الصفحة بيبقى فيها بيبقى فيها عندنا هنا الابليكيشن وبيبيبقى هنا عندنا شيئا سميه السراع المكسموح بيه نلاحظ سراعات مختلفة السراع الاولانية على ا אםbishة اسمه معامل الدوضاء والسراع kinda والسراع التانية على ا计 embroه هذه الاحدة اسمه هنا بيهتم وجوب معامل الدوضاء اما هنا بيهتم بمفاقد الضغط لو نلاحظ نلاحظ صراعات بتاعت مفاقد الضغط اعلى من السراعات بتاعت معامل الدوضاء فنحن نعمل على معاملة ضوضاء يقول لك لو كان المكان ساكني بيبقى السرعة فيه 600 feet per minute اما لو كان مثلا ريهز بتلبيت روم ممكن السرعة توصل لألف عندك مكان ساكئ مكان صناعي بتوصل السرعة لألفين وخمسمائة عندك قفاءات ألف وتمنمية عندك تياترو بيكون تمنمية بناءا عن الابليكيشن بتاخد من هنا السرعة بعد كده نبتح برنامج اسمه الضغط الزاين الضغط الزاين ده أول حاجة فوق هتلاقي هنا الوحدات لو انت عايز تغير من متري انجليش والعكس بعد كده هتلاقي عندك هنا السهم ده السهم ده لو اخترت اي حاجة فيه مش هتفر معك يعني مش هتغير عند معك في أبعاد الضغطات حاجة أول حاجة لو انت هتصمم شبكة هوا إجزوهوس تاني واحد لو انت هتصمم شبكة هوا سبلاي تالت واحد لو انت هتصمم شبكة هوا ريتر رابع واحد لو انت هتصمم شبكة هوا فرش خامس واحد لو انت هتصمم شبكة هو اسمه هنشتغل على تصميم شبكة السابلاي انت المعلومتين اللي انت عارفهم حاليا عن المكانة وهو الفلو والسرعة الماكسيموم بتاعك الفلو عندك 1250 والسرعة 1000 هتعلم صح على الفلو وتعلم صح على الفلوستي هتعلم صح على الفلوستي ونكتب الفلوستي 1000 ممكن واحد يوما يقول لي لا ده نحن خليها 900 علشان هو يقول لك مثلا السرعة الماكسيموم 1000 ما ممكن تخليها 900 علشان سواء 1000 او 500 ومجرد ان تكتب الفلواتين وخمسين والفلو هتعلم هنا حاجة اسمه هنا نعلم صحي ثاني نعلم هنا وهنا الفلواتين وخمسين ونكتب تحت هنا الف ومجرد ان نكتب الفلواتين والفلواتين وخمسين هتعلم حسب لك هنا حاجة اسمه الهيد لوسيز ونفقد الضغط 98 من 1000 انش روتر جيج لكل 100 فت وننساش لكل 100 فت هتلاقي كتب لك تحت هنا الاكوبلانت ديامتر 15 بوصة مش هتلاقي هنا كتب لك حاجة يعني هنا مش هتلاقي كتب لك حاجة فالضغط سيز اللي تحت دي ما بيتكتبش فيها حاجة وبيتكتب لك بس القطر المكافئ لو انت هتعمله راوند طب لو انت هتعمله روتانجلر زي حالتنا حضرتك بتفرق البعد بتكتب مثلا 20 يوم يلاك يبقى 20 فعشرة طب انا وافق على البعد ده اللي ما وافقشي فهم راح راجع لشروط التصميم ونقرأها مع بعض بعد الحصول على قيمة السرعة من جدوى صفحة 8 تدخل برنامج الضغط سايز بمعلومات السرعة وكمية الهواء زي ما عملنا تحصل على قيمة مفاقد الضغط وابعاد الضغط نقوم بتثبيت مفاقد الضغط يبقى احنا كده عندنا كذا طريقة للتصميم طريقة الاولانية وهي اسمها الـ Equal Friction الطريقة التانية وهي اسمها الـ Equal Velocity الطريقة التالتة وهي اسمها الـ Static Regain يبقى Equal Friction Equal Velocity Static Regain طريقة الـ Equal Frictional دي اشهر طول المستخدمة وده بتثبت فيها مفاقد الضغط على طول المصاري يعني طول مسارات الضغطات مفاقد الضغط عليها سبتة اما الـ Equal Velocity وهي السرعة على طول المصاري بتكون عندك سبتة تمام كده دول التركتين اللي احنا بنشتغل عليهم اشهر طول اللي احنا بنشتغل عليهم هي الـ Equal Friction الاساس في اختيار بقى ابعاد الضغط لازم تراعي عندك ارتفاع الضغط انت ارتفاع الضغط في السايت عندك قد بايه دي نقطة لازم تراعيها عندك علشان انت ممكن يكون ارتفاع الضغط في السايت كله على بعضه 50 سنتي يعني ايه ارتفاع الضغط في السايت علشان نكون واضحين في كلامنا يعني ايجي هنا نكتب اول حاجة ريشيو مفروض تكون من واحد لاربعة وقولنا قبل كده يعني ايه ريشيو هي نسبة البعد الاكبر على الاقل يعني مثلا الضغط اللي احنا اخترناه ده كان شكل الضغط ده الويتس وده الاتش الويتس على الاتش المفروض تطلع بقيمة من واحد دي اربعة فحالتنا كانت عشرين على عشرة فاطلعت باثنين فطبقا الاسبكتنج ريشيو ابرو كده تمام تمام كده اخواننا طيب بالنسبة بقى للنقطة التانية ارتفاع الضغط هو ارتفاع الضغط انا عندي مثلا هنا ده المبنى بتاعي وده الضغط ده هيكون ماشي فوق الضغط يعني هيكون مثلا هنا هل فوق الضغط السائت في مكان يسمح اللي هو يحط لي الاتش بتاعتك هو الاتش ده اللي هيكون لو انت عملت بتاع هو ده الاتش انه هو الاتش والبعد التالت بتاعه هو الويتس فالويتس مفيش فيه مشكلة هو المشكلة عندي في الاتش هل اللي ارتفاع ده ينفع يتحط فوق الضغط السائت عندي وخلي بالك اللي انت فوق الضغط السائت عندك لو هي خمسين سنتي والاتش عندك خمسين سنتي مش ينفع يتحط عندك ليه مش ينفع يتحط علشان الضغط وخطره حاجة اسمها العزل بسه بتعزل والعزل ده ليه سمك من فوقه من تحت والضغط ده علشان يتسبت في السقف لازم بيتشال على حاجة اسمها هنجر يعني نجي نمسح كده نعمل دليل نجي نبص كده على الضغط عندنا مثلا الضغط اهو نعمل دليل نعمل دليل بالنسبة لازم تعمله من تحت من هنا وحد اسمها زاوية كده وبتخر من هنا وتطلع بتربط في السقف ده بيكون اسمه تيش وفي السقف بيكون اسمه اكمن ودي زاوية وطبعا زي ما هو هنا في بردو ايه نفس القصة هنا نعمل كده الزاوية دي لها ارتفاع الارتفاع ده يكون مستخب بفوق السقف الصائت فانت لازم تخلي بالك من كل التفاصيل دي معاك وانت بتصمر هل في مكان يسمح لوضع الكلام ده ولا لا نعمل كده يبقى دي اول نقطة معنا اسبكت انجرشيو لازم نحقق الان من واحد مقبع ارتفاع السقف الصائت عن دليل فانا هنا كان ارتفاع السقف الصائت واحد متر في الدنيا تمام يبقى بالنسبة لنا عشرين في عشرة ده ابرو يبقى اول ضغط عندنا عشرين في عشرة نجسم كده خط خط الاولاني نحطه على الليار بتاعة ضغط وانتفاعلها من هنا انا لو شلتها من هنا مش هتلاقيها تحت لو ضغطتها لازم تتأكد اللي ايه اللي هي متفاعلة تعمل كده يبقى نيجي دلوقتي نقسم خط اهو خط ده يكون تخين شوية عشان نميزه تعمل كده ايه نيجي نكتب مثلا عليه ابعاده كنترل سي كنترل بي ونكتب انهوات بعد المكان على طول ان الضغط ده عشرين في عشر 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 وصر يبقى ده اول ضغط معنا بعد كده المفروض سيبقى عندي هنا برانشات انا عايزة اشوف ابعادة برانشات عندي ان عندك برانشات مسترى مسترى عشان نرجع للامر اللي فات ان عندك برانش المس اي حاجة عشان يديك ايه السنتر بتاعك مسترى عشان نرجع تاني نجينا لو انت هستجيب نقطة النص بتاعت الديفيوزر المس اطرافه ويديك نقطة ايه النص مسترى عشان ترجع للامر تطلع من الامر بسكب وترجع بايه بالمس او ممكن تضغط مسترى تطلع او مسترى ترجع للامر تطلع كده هكونا بعد كده نمسك البتاع ده ونقوم راح مرجعين وورا هنا قوي نهاية الخط ده بنعمل في ايه لامة الضغط اللي جاي ده نعمل له رجل بانطالون برانش يمين وبرانش شمال لامة نيجي نروة تنوم راح نعملين حاجة اسمها كاب كاب ده يعني طبه تطلع كده يبقى كاب يعني طبه الهدف من الطبه ده اللي احنا بنقفل المسارى الهوه انا مثلا ايه ايه ديبقى مثلا كاب طبه كده وبنيجي هنا على البرانش ده نركب له هنا تيك اوف وهنا بنركب له ايه تيك اوف تتينو كده نفس القصة ايه وادام يعني لامة رجل بانطالون نامة كده طيب كل ديفيويزر من دول غيح له تلتمية واتنشر يعني هنا تلتمية واتنشر و هنا تلتمية واتنشر طب انا عايز اعرف بقى ابعت الدقتات دي ايه نيجي ناخد ال الكلام ده تيكست ده وناخده مثلا من النقطة دي نحطه هنا ونحطه هنا ونحطه على دقت ده ليه على دقت ده علشانه بعد ما اخد من هنا برانش ومن هنا برانش ابعاد وين هتتغير بعد كده احطه هنا بعد كده احطه هنا طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي هنرجع للضغط الزايد احنا قلنا الطريقة اللي احنا بنشتغل بها اسمها يعني مفاقدة الضغط بنثبتها طالما مفاقدة الضغط بنثبتها يبقى نعلم صحها على ايه مفاقدة الضغط اللي هي قمتها كان 98 من 1000 نشيل الصح هنا ونعلم صح هنا وصح هنا نكتب هنا مفاقدة الضغط زي ما كانت مكتوبة كل اللي عليك بعد كده هتحط له كمية للفلو وتشوف الابعاد عندك تمام ولا مش تمام كمية للفلو عندنا 312 يوم اقل لك الضغط بتاعك هيبقى هيبقى 20 في 4 لا ممكن تخليه مثلا 18 اقل لك 18 في 4 18 على الاربعة كأسبكت انجريشيو هتكون اقل من الاربعة على الاربعة لا اكون ازال من الاربعة فمش هينفع مش هينفع نموها حينما خلينيه مثلا كاربعتاشر يوم اقل لك 14 في 5 فممكن في الحالة دي نخليه 14 في 6 عشان الفردي ده ما بيبقاش محبز يعني في التصنيع فاحنا نخليها كام 14 في 6 طيب بناءة على ايه توافق اللي تخلي ده 14 في 6 نخلي بالنا بقى من اللي احنا نعمله دلوقت ده نخليه اكتوبه بسه 14 في 6 مؤقتا لسه انا ما اخبتش منه الابروج اما اللي هتوافق امتى بقى في 14 في 6 هنبص على حاجة حضرتك المخرج بتاعنا كام مخرج الهوى كام بتاعنا مخرج الهوى عندنا 15 في 15 15 في 15 والضقت اللي راكب عليه من فوق 18 ده معناته ايه عرضه 15 ده معناته اللي احنا ممكن نرسم دلوقت ونشوف حشان نوضحها في السريدي احنا ده افضل هنخلي هنا مخرج الهوى الرقبة دي خمستاشر في خمستاشر الضبط اللي ماشي فوقها عرضه أربعتاشر في ست عرض الضبط أقل من عرض الرقبة طب إيه اللي يحصل من دي على واسع يبقى هنعمل حاجة مفتوحة كده علشان ايه تتوصل به طبعا الكلام ده غير محباس خالص أما اللي بيتم بقى بقولك لو انت كان عندك الديفيوزر مثلا اربعتاشر في اربعتاشر الضبط اللي ماشي فوقها الضبط اللي ماشي فوقها يكون الويتس في الهايتس بتاعه الويتس يكون اكبر من الرقبة على الاقل باتنين بوصة ليه باتنين بوصة عشان العوامات دلوقتي هنا وهو سيكشن وتفرجت نلاقي هنا المخرج بتاعه وهو عندنا هنا الرقبة عندنا هنا الضغط ضغط فورا هو هنقفله من هنا وهنا جاي من هنا هنجي لهو نوصل كده ونوصل كده يبقى الرقبة هاي باتجاه هنجي لهو دفيوزر ها تيك اوفها تمام كده ده اسمها الرقبة في واحد تاني قوم ايه لي لا انا مش هوصل كده امال هتوصل ازاي هنوصل بالطريقة دي اللي هو الديفيوزر عندنا هوا وعندنا الضغط اهوا او ما انا جاي كده وعمل قلبه دي طريقة بس الالبو ده محبز امتى محبز ان لو كان الديفيوزر مثلا اربعتاشر في اربعتاشر والضغط اللي جاي اربعتاشر في اربعتاشر اما لو كان اربعتاشر مثلا في ستة او اربعتاشر في عشرة فالالبو ده هيكون مش كويس تمام كده فاحنا بنفضل اللي احنا نتعامل مع حاجة اسمها التك اوف رقبة ده تمام ممكن واحد تاني يوم ايه لي لا انا هوصل بتاعة تانية الديفيوزر هو الرقبة بتاعته هاي والضغط الاساسي او انا هوصل ما بينهم بايه بفليكسبول ضغط يبقى احنا عندنا طور التوصيل ايه مختلفة جدا وكتير كده بس اهم حاجة ان الديفيوزر لو كان اربعتاشر في اربعتاشر الضغط اللي ماشي في ايه يكون على الاقل اكبر منه باتنين بوصة يعني كده اكبر منه في العرض بس انا يبقى نخليه كام نخليه نرجع كده نخليه 17 يقولك 17 في 4 17 في 4 كده اسبكت انجريشو كبيرة فهنخليها 18 18 18 في 4 لا هنخليها 18 في 6 ليه 18 في 6 علشان يدينا اسبكت انجريشو 18 على ستة فيها نقوم بإضافة الضغط الضغط يعني الهيط بتاعه البعد اللي انت مش شايفه عشرة بوصة وده 18 في 6 يعني البعد اللي انت مش شايفه 6 بوصة هل الستة بوصة تنفع تركف العشرة في الحالة بتاعتنا انا تنفع طب امتى اعمل أبروف وامتى ما عمشي أبروف لو انا عندي الدكت الاساسي هو عندي ده المين دكت المين دكت بما اجيبوصوله من فوق بيبقى المكتوب الويتس في الهيطس البعد الاول هو الويتس والتاني هو الهيطس جميل كده فاما اقول لك 20 في 10 يبقى المقصود بده هو العشر طيب فيه برانش بقى تاخد البرانش ده اهو اهو قال لك 18 في 6 هل الستة دي تنفع تتركب في العشرة اه تنفع تتركب علشان الستة هتتركب وهو افتح فتحة الصارج اللي هو ده عشرة افتح فيه فتحة كده هتكون ابعادها 18 وهتكون ابعادها من هنا 6 فهيتبقى من فوق اتنين بوصة وهيتبقى من تحت اتنين بوصة فكده تمام اقل اقل حاجة تنفع تقبل بيها لو ده كان عشرة وده كان تمانية ليه علشان انتهاء اقل حاجة تسيب فوق واحد بوصة وتحت واحد بوصة نفس الديفيوزر بالزبط اما كان الديفيوزر 14 في 14 فاقل دكت عرضه فوقه يكون 16 ليه يكون 16 عشان يسيب من هنا بوصة ويسيب من هنا ايه بوصة يبقى ده نفس ايه اقتصر ففي حالتنا دي ابرور ففي الحالة بتاعتنا دي ابرور يبقى 16 18 في 6 وده اقدر بالمسة يكون 18 في 6 عشان كلهم تبقى من بعض وهكذا الاثنين اللي تحت دول ناخد الاثنين دول احددهم ctrl b ونحن وقدينهم وحطينهم ايه تحت كل اوه ومسحين ايه اللي اتنين دول احدد ده وعملين انهم ايه دليت نايس عندنا بس اللي احنا نصايز هذا اللي هو ماشي ده الدكت اللي ماشي ده يكون ماشي فيه 312 و 312 يعني بتتكلم في 650 هنفتح الدكت الزين نكتب بس فوق ستتمائة وخمسين 650 يقول لك الدكت اللي يمشي 18 في 8 هل 18 في 8 تمام نخلي بالنا بقى نكتب هنا 18 في 8 هو سبع بس احنا نخليه 8 عشان احنا بنتعامل مع ايه طبعا هو كان ماشي من هنا 20 في 10 فتعمله هنا مسلوب وصل هنا 18 في 8 18 في 8 هنا هيتخد منهم هنا برانش 18 في 6 و 18 في 6 نخلي بالنا بقى ينفع ولا ما ينفع شيء الضغط الاساسي عندنا هيا يا شباب الضغط الاساسي عندنا هنا 18 في 8 يعني السقوط بتاعك ده 8 8 ده تمانية بوصة والبرانش اللي هيتخد منك سقوطه ستة بوصة اهو اهو ينفع بقى ولا ما ينفعش ايه ينفع ليه ينفع عشان احنا قلنا اللي احنا اقل ممكن نسيبها فوق بوصة فوق وبوصة ايه تحت يبقى ايه لازم نخلي بالنا ان ال 15 في 15 ينفع 18 عرض يركب عليه وبكده انت كون صممت ده كل اللي عليك اللي انت هتقوم رايح واخد ده محدد محدد الخطوط دي كلها وتقوم رايح ctrl c ctrl b نفس القصة تعالى هنا نعيد تاني نفس القصة القوضة دي كان نفترض ان القوضة دي عايزة 900 cfm كل ديفيوزر 300 المكنة بتاعتنا 900 cfm نصممها ازاي نعيد نفس نفس الخطوات نوم كاتبين هنا فالضغط تزاين فلوستي وارفلو في الاول عندنا الارفلو 900 والفلوستي الف او 900 يقولك ان الضغط الاولاني عندك نخلي مثلا 20 يقولك 20 في 8 الضغط الاولاني 20 في 8 اهو نطلع من هنا بضغط اولاني 20 في 8 والا 20 في 8 ده هيتخذ هنا لغاية النقطة دي اضغط مستيع عشان تطلع من الامر اضغط مستيع عشان ترجع للامر تاني 20 وهيتخذ من هنا لغاية هنا برانش 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 افضل برانش برانش الف الف وبنصبت ايه الارفلو اهو اتنين وتسعين من الف بعد كده بقى الارفلو عندك يكون لكل ضغط تلتمية بس تكتب كده تلتمية يقول لك عشرين في اتنين لا قوله يبقى اربعتاشر يقول لك اربعتاشر في اتنين ازبك انجريش وسبع فطبعا الكلام ده ما ينفعش فممكن في الحالة دي تعمل ايه اه هنا غلط اما فوق تكتب هنا صفر او يقوم ايلك اربعتاشر في خمسة اربعتاشر في خمسة دي يعني هنخليها اربعتاشر في ستة هتتفرج بقى على الاتي تقوم ايلي كالاتي لو خليت ديت اربعتاشر في ستة اول حاجة مخرج الهوى بتاعك كام مخرج الهوى بتاعك هل اتناشر في اتناشر لو اتناشر في اتناشر ينفع عقدazi اربعتاشر عليه علشان ال packages اكبر من الرقبة به اتنين بوسة طيح تاني نقطة عندنا هنا ده اشرين في ثمانية اشرين في ثمانية يعني الصدوات بتاعك تمانية هل الستة تنفع تركب في الثمانية اه علشان الفرق ما بينهم اه اه اتنين بوسة بالاضافة الى ال kişi ال Hail years Premature تحقق بالإضافة إلى أن الستة بوصة تنفع تتركب فوق السفل في السائد الثمانية بوصة تركبتي بقى الستة ايه أكيد هتتركب بعد كده هناخد من هنا برانش ينزل على الديفيوزر اللي تحت ده بأبعاد الرقبة بتاعته هتتاخد من اين هتتاخد في بطن الضقت ده يعني الضقت اللي هو عشرين في ثمانية ده معدي من فوقه أنا ياخد من تحت الضقت من بطن الضقت ياخد منه ايه رقبة على طول ده نفس القصة هيكون كامل هيكون اربعتاشر في ستة تمام كده يبقى انت كده ايه صممت الضقت وشكرا لكم على حسن استماعكم